تحيات سامة طلعت مصطفى وما سنرى لهذا السام بعد ردة الفال اللي حصلت من عنده مستويات 47 جنيه انا كنت اتوقع انها يوضح ل 46 وما دينا ردة الفال ولكن دينا ردة الفال من عنده مستويات 47 جنيه ونصف اللي هي المنطقة بتاعة الـ 50 فيبو دينا ردة فال قوي جدا هتعود بينا مرة اخرى من منطقة الـ 62 الى مستويات الـ 64 ما قبل تكملة الاتجاه الهابط والبحث عن صحب السيولة من عند منطقة الـ Big 4 او مستويات 61 فيبو اللي عنده مستويات 37 ونصف حتى مستويات الـ 32 جنيه طيب لو احنا على فريم الساعة مش شرط يا شباب ينزل دا كله ولكن احنا عندنا ضلع تصحيح هيحصل وبعد كده نشوف اهدفك لو قلنا هناخد الكمة وقالها تشكله هنبحث عن مستويات الـ 38 فيبو كأول هدف محتمل بالنسبة لنا هنلاقيه ان عنده مستويات الـ 64 جنيه اللي هو عند منطقة الـ Big 4 بتاعة الهبوط اللي حصل لو لاحظناها لان احنا عندنا ضلع هابط على هذا الشكل عملنا Big 1 Big 2 دا كله كانسري تراجعنا على شكل ABC4 ونزلنا بالمجاة الخمسة والاخيرة اتوقع ان احنا هنطلع نزور المنطقة دي وممكن نكسرها بشوية ونطلع لحد مستويات الـ 70 او مستويات الـ 31 ولكن دي اهم المنطقة بالنسبة لي من قبل تكملة الاتجاه الهابط والبحث عن ضلع تصحيح اخر قال ممكن نفتد مرة اخرى مستويات الـ 45 جنيه وابد ولكن لو ما قدرناش نحافظ عليه وكان الزخم باقي وقوي هنروح لمنطقة التماكس السيولة بتاعتنا اللي عنده مستويات الـ 32 الى مستويات الـ 35 جنيه اعتقد اي صوت تصريفي لحد مستويات الـ 62 او مستويات الـ 64 هيكون فرصة ممتازة جدا جدا والحركة بتاعت الساعة ايجابية جدا جدا فده اللي بيعزز ان احنا هنشوف ربطة فعل قوي ربطة فعل قوي ممكن توصل يا شباب لحد كمان مستويات اللي لو رحنا عليك في الديلي افضل ممكن نروح لحد مستويات فبوناتشي اللي هي مستويات الـ 38 فيه ولا عند مستويات الـ 58 جنيه ونكتفي بها لان ده يكون مستويات الدي قوي جدا ولكن ممكن على الاقل لنتلع عن نظر ماضية الترجمة السيولة اللي عند مستويات الـ 62 الـ 64 ما قبل العودة والبحث عن هدف بوطي اخر ممكن يرجع لحد مستويات الـ 44 اللي لو فشل يحفظ عليها اتوقع ان احنا هنذهب لمستويات بين الـ 32 الى مستويات الـ 36 او مستويات الـ 61 فيبو على الاقل اللي عند مستويات الـ 37 جنيه وردو فيبو اشتركوا في القناة